هنعمل النهاردة أكوة عجينة لإزالة أصعب البقع من الملابس البيضاء يعني ده عجينة نقع تنقع فيها الملابس البيضاء اللي بتكون شديدة الاتساخ بتجيب شوية من الميا المغلية وتحط فيها الملابس وعليها شوية من العجينة حوالي كباية كده وتنقعها نص ساعة هتلاحظي أن الأبيض بقى لون وفاتح جدا جدا يعني البيض بتاعه بقى ناصع وكمان الاسفرار والبقع اللي كانت في الملابس اختفت تماما طبعا لما بننشر كده الملابس البيضاء على الاحبال ونحط عليه المشابك بتسيب أثر الصدى ما كان اللي هو الجزء الحديد اللي بيكون في المشبك وكمان بيبقى فيه اصفرار في الملابس البيضاء الداخلية واللي هي بتكون شديد البيض بتصفر من أقل حاجة حتى لو ركناها في الدولة بفترة بتلاقي لونها بدأ يصفر وإن شاء الله لما تشوفي المكونات اللي احنا هنضفها اللي عاجينة هتلاحظي أن يا فعلا هتنظف معاك الملابس جدا يلا نبدأ الفيديو وأنا ندرغنيم ودي قناتي لو قال مرة تشوفوها ما تنسوش الاشتراك فيها وفعلوا الجرس وطغط على كلمة الكل علشان يوصلكوا إشعاروا كل الجديد هنحتاج هنا نص كوباية من الميا وكمان هنحتاج معلقة كبيرة مليانة من هيدروكسودستوديوم أو السوداككوية أو البطاس أو كاترونة أو كوستيك وهقلب البطاس لحد ما يدود كويس أو في الميا طبعا بنكون لبسين جوانتي وكمان لبسين كمامة والمكان يكون جيد التهوية أنا هقلبه كده وأسيبه بقى على جنب لحد ما يبرد خالص وكمان هنحتاج قطعة من الصبون البلد أو الصبون اللي احنا بنعمله مع بعض على القناة على طول أنا عملته كتير قوي يعني بأكتر من طريقة وهسيب لكم الروابط تحت في أسفل الفيديو في صندوق الوصف لو حابين تعرفوا يعني هسيب لكم كم طريقة من اللي أنا عاملها على القناة وطبعا عملته للملابس وكمان عملته الصبون للموعين واشيب انتهيت نشيف جوادة بتاع الصبونة عندما فتح جدا ناشفة خالص وجمان قدال البشر بتاعها هنا بشرت القطعة الصبون زي اللي انت شافتوها يعني حوالي 120 جرام أو 130 جرام من الصبون طبعا دي على حسب الكمية اللي انت عايزها هنا بقده اخذت البشر بتاع L disappear على مبشرة لو هي الصبونة بيكون ناشفة اوو بتطلع معاك البشر بتاعها ناعم زي مات شايفين stol والصابونة طرية بيبقى البشر بتاعها بيكون عريض شوية هنا حطيت معلقة كبيرة من الزهرة البيضة او الصودة اش وكمان حطيت معلقتين كبار من السكر علشان بيزود الرغوة وكمان بيخلي ملمس العجينة يكون نعم على قدينة وبعدين هنا معايا لتر من المية المغلية المية تكون بتغلي علشان تدوب معاك الصابونة بسرعة طبعا ممكن تخدي الصابون ده والمكونات اللي احنا حطناها وتغلوهم على النار بس تكون حطة المية بتغلي وترفعهم على النار علشان يغلي معاك على طول بس بتهدي النار عليه جدا علشان هو لما بيبدأ يغلي بيفور وكمان بتحطيه حلة استلس علشان لو في ألمونيا هتبوز يبقى تحطيه حلة صاج او استلس علشان الصابون ده بيخلي الألمونيا لونها يغمق شوية هبدأ ادوب زي ما انت شايفين كده ومشاء الله يعني هي الصابونة هتدوب معايا بسهولة لان المية بتغلي وكمان الصابونة البشر بتاعها نعم جدا هنا زي ما انت شايفين الصابونة دابت معايا خالص ما بقاش فيها اي بواقي من الصابون وكمان القوم بتاعها عامل زي الجل او هتيجي تشوفي كده تلاقيه معاكي ما شاء الله لونه شفاف جدا وطبعا اللون بتاع العجينة بيختلف على حسب لون الصابونة اللي انت هتستخدميها اللي هي قطعة الصابون اللي انت عاملها في البيت مثلا لو هي لونها غامق بتطلع معاكي العجينة لونها غامق شوية هنا زي ما انت شايفين ادي شاكل الصابونة بعد ما دابت مع الصكر والزهر البيضة ومشاء الله عامل معانا جلة ايه كده وهتنظف معانا الملابس جدا هبدأ هنا بالاضافة اللي بعد كده وهي نصد كباية من اي نوع مسحوق متوفر عندك مسحوق غسلات عادية طبعا تقدر تحط لحد كباية من المسحوق وعلى حسب الكمية اللي انت عايزها بس نصيحة ما تقطرش كمية العجينة لو كطرت وفضلت ركنها عندك فترة طويلة طبعا جودتها بتقل عن الاول لان احنا عطين لها مية واضافات تانية كده فمع الوقت طبعا كل ده بيهدأ او المفاول بتاعها بيقل يعني كل الكمية اللي انت محتاجها ممكن تعملها في نفس اليوم وهي ما تاخدش خمس زقاية يعني اثناء ما انت عايزة مثلا هتنقع الملابس البيضة هتعمل الخلطة دي وتحطها عليه على طول وهنا بقى معايا مية من الحلفية عادة خالص بنزود على حسب القوم اللي احنا عايزينه عايز بقى العجينة تكون معاك تقيلة جدا بتخلات قيلة عايزها خفيفة برحطة خالص هي عجينة الملابس اللي بتتباع في المحلات بتبقى القوم بتاعها تقل شوية وطبعا الخلطة اللي احنا عملناها دي لو قعدت معاك لتاني يوم بتلاحظ ان هي قومها تقل اخطر زي ما انت شايفين كده بننزل بالمية بالتدريج يعني علشان القوم ما يخفش معانا مرة واحدة وطبعا في اضافات هنحطها دلوقت على العجينة هتخلي القوم كمان يتقل اكثر وهتزود في النظافة وبعدين بقى بنزل بمعلاقة الصودة اللي دوبناها في المية او البطاس وطبعا باضافة المعلاقة الصودة هتخلي معانا العجينة دي تكون شديدة جدا في النظافة وهبدأ ان انا نقلب كده زي ما انت شايفين كل مكون بنحطه لازم نقلبه كويس جدا طبعا بالاضافات اللي احنا ضفناها نارضة للصابون هتخلي قوي جدا ويشيل اصعب البقاء من الملابس اللي هو الاسفرار والحاجات البقاء اللي صعب ان هي تطلع من الملابس البيضة طبعا برضا هقولك لو حاب ان انت تستخدمي للملابس الالوان هتستخدم ايه بالضبط في المكونات هنا زي ما انت شايفين القوم كان تقل معايا بدأت انزل بشوية من المية طبعا المية دي مية بردة من الحنفية عادة خالص هو اول لتر بس بدأنا به اللي هو كان مية بتغلي نزلنا دوبنا به الصابونة مع السكر والزهر البيضة هنا الاضافة اللي بعد كده هتكون كوباية من اي صابون سيل متوفر عندك والصابون السيل هنا هيزود الرغوة بتاعة العجينة ممكن تحط بدل الصابون السيل برسل جل بس الصابون السيل بيكون سعره يعني يرخش شوية عن البرسل جل فايا علشان تكون المقدير كده على قد الايد حطيت صابون سيل وزي ما انشايفين كل ما بنحط اضافات بتاقل معي القوام والاضافة اللي بعد كده هتكون كوباية من الكولور الابيض طبعا لو انت عايزة العجينة دي كل الملابس الملونة هتحط كل ركس الوان عايزها للملابس اللي بتكون بيضة قوي وفيها بقع وصفرار هتستخدم كلور ابيض علشان ينظف معاك الملابس كويس طبعا المكونات دي بقى هتخلي معاك الملابس يعني ما شاء الله شديدة البياض طبعا انت لو هتنقعي به ملابس بيضة بتحط مياه سخنة بتغلي كده وتحط شوية من العجينة وتخلطهم كده مع بعض وبتنقعيهم حوالي نصف ساعة ممكن بعد النصف ساعة بتخديهم بالطبق زي ما هم كده بالرغوة اللي فيهم وتحطهم على طول في الغسالة بالعجينة بتاعتهم ولو وصلتم معايا لحد دينا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك علشان اللايك اللي انت هتحط ده واللي هيرفع الفيديو ويخلي معظم الناس يشوفه لكن لو خرجت كده من غير ما تضغطوا لايك او تسيبوا كومنت جميل تحت هتلاحظي ان الفيديو ما فيش اي مشاهدات واليوتيوب مش هيكترح الفيديو بتاعي خالص فعلشان كده ما تنسوش اللايك وكمان لو انت اول مرة شفوا القناة واشتراكتوا فيها بكون سعيدة جدا وما تنسوش كمان تفعالوا الجرس وضغطوا على كلمة الكل علشان لما نزل اي وصفة جديدة توصلك على طول